اشتركوا في القناة متبادل تقدير متبادل بين الطرفين بين الزوج وزوجته وبين الزوج والأب والأم والأولاد والأب والأم وأيضا الأسرة الصغيرة مع الأسرة الكبيرة التقدير بمعنى أن كل واحد يشعر من الثاني بيحترم فيه صفاته وشخصيته حتى لو فينا اختلاف لكن بنحترم بعض وساعات يعني للأسف بنجد أن أسر بتنسى بتنسى أن كل واحد كل طرف اختارت تاني وده معناه أنكم بيقدروا وبيحبوا وبيحترموا وشايف فيه صفات إيجابية ونبص لاي في وقت لا أحد يقدر في الآخر أي شيء وتنهار المحبة وتنهار العلاقة وممكن تنهار الأسرة كلها أو يحصل تفكك لعدم وجود تقدير متبادل التقدير المتبادل بيظهر فيه كلمات التقدير يعني لما الزوجة تعمل حاجة حلوة الزوجة يقول لها برافو كانت جميلة حلوة يعني انبسطنا بيها تسلم إيديكي والزوجة تقول لجوزها أنت يعني تعبان من أجلنا كلمات التقدير وتقدير الحمق حتى لو الأسرة بسيطة أو لو حتى إمكانياتها أيضا بسيطة لكن مهم جدا أن الطرفين يقدروا بعضهم بعض تقدير الأراء لما واحد بيتكلم حتى لو مختلف يقولوا كويس إنك قلت كده لكن أنا عندي وجهة نظر تاني ويبقى فيه عدم تسفيه لبعضين البعض للأسف بنشوف أطراف أحيانا بيقلل من قيمة زوجته أو بيقلل من قيمة رأيها أو كلامها أو ثقافتها أو عقلها أو التصرفاتها أو العكس صحيح أيضا من أخطر الأمور التي يعني ممكن تكسر وتعمل شرخ في الأسرة عدم تقدير بعضين البعض قدام الأسرة الكبيرة قدام الأهل مهم جدا إن الزوجة تحترم زوجها وتقدره وتظهر إجيبيات قدام أهلها قدام الأصدقاء وكل من يعرفه والعكس صحيح الزوج مهم جدا إنه يدي زوجته حقها في الاحترام والكلمة الحلوة والتشجيع والتقدير امام الاخرين بدون بدون يعني استثناء امام الكل حدش يقول احنا مثلا احنا مجموعة اصلاحنا اصحاب مع بعض وما فياش حاجة لا مهمة جدا ان كل الناس تقدر زوجتي وتقدرهم زوجتي هيقدروني انا احترام لي والعكس صحيح لان المحبة الحقيقية هي اننا نرفع من بعض لو فيه اختلاف ممكن نتناقش فيه مع بعض من التقدير ايضا بعضنا البعض اننا نسمع كل طرف يسمع رأيه الاخر ويسمع الامه احيانا ويسمع تفكيره ولا يسفهه لكن يكمله لو فيه نقص او فيه عدم وضوح في بعض النقاط نكمله مش نقلل منه التقدير ايضا لكل انسان حوالينا باننا نختار الامور الايجابية فيه ونذكره هذا التقدير يا حباقي بقوي العلاقة بيننا لو كان فيه واحد فيه انه ضعيف في الشيء والتاني يعني افضل منه فيه او اكثر علما فيه او اكثر خبرة فيه يبقى بنكمل بعض ولا نتعالى على بعضنا البعض لان احنا واحد في المسيح واحد فيه سر الزيجة نكمل بعضنا البعض التقدير واحترام امكانيات بعضنا البعض مهم جدا لان لو دخل بنا عدم التقدير وعدم الاحترام هتسقط احد هيسقط احد اعمدة النجاح في الاسرة التي ربطاها ربنا مع بعض اللي تكون كيان واحد والكيان الواحد اللي مكانش فيه تكامل ممكن يسقط وممكن يتأثر بسلبيات كثيرة ربنا يعطينا ان احنا باستمرار في احترام متبادل وتقدير متبادل بيننا ومن بعض ونقوي ونكمل العلاقة اللي بيننا بكلمات التقدير امام الكل وللهنا المجد دائما ابديا امين اشتركوا في القناة